يترى نضال إلى ما تشير التقديرات الإسرائيلية فيما يتعلق بالرد الإيراني من عدمه نعم فضيلة يعني أولا يمكن الخول بأن إسرائيل تتصرف بناء على تقدير بأن إيران سترد يعني هذا بالحد الأدنى وهذا المطلوب أمنيا كما يقولون في إسرائيل لا يمكن أن تهم الإسرائيل إمكانية الرد الإيرانية مع أن كثير من التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن إيران على الأغلب لن ترد على الأقل ربما في الفترة القادمة أو في الوقت القريب بالنسبة لإسرائيل أولا الضربة كانت بحيث يعني لا تجبر إيران على الرد من حيث شكل الضربة الإسرائيلية أهداف الضربة الإسرائيلية التي استثنت النفط واستثنت القيادات الإيرانية استثنت النووي الإيراني وكانت يعني لم تؤدي إلى مقتل الكثيرين لم تستهدف أهدافا مدنية ولم تكن يعني ظاهرة للعيان بحيث تحرج النظام الإيراني وبالتالي إسرائيل تقدر بأن رد الإيراني سيكون قليل ثم أن الضربة نفسها عبر الأهداف كانت الضربة هي أحدى وسائل أو ربما أهم وسائل الردع الإسرائيلية ضد إيران لكي لا ترد إيران فأولا عبر ضرب الردارات لمنظومات الإس 300 الإيرانية إسرائيل أوصلت رسالة لإيران بأنه إذا كانت إسرائيل قادرة على ضرب أهداف في إيران وبحرية تامة على ثلاث موجات ربما لمدة ثلاث ساعات أو أكثر فإن العملية ستكون أسهل بكثير بدون هذه المنظومات وبالتالي يمكن لإيران أن تخسر أكثر هذا بالنسبة لإسرائيل رسالة ردع لإيران ثم أن ضرب قدرات إيران على تصنيع الصواريخ الباليستية ضرب ربما بعض المقرات التي بها صواريخ ضرب ربما منصات إطلاق الصواريخ هذه رسالة لإيران بأنها إذا ما ردت على إسرائيل فإن إسرائيل ستضربها ولن يكون لإيران وسيلة رد أخرى على إسرائيل وبالتالي إسرائيل ترى أولا عبر الضربة أنها ردعت إيران شكل الضربة ومن ثم التصريحات التي تأتي من إيران وتقلل من أهمية الضربة من تأثير هذه الضربة كلها تقرأ في إسرائيل على أنها رسالة تراجع من إيران عن الضربة وبينما في المرة السابقة كانت إيران تقول بكل تأكيد بأنها سترد اليوم إيران تقول بأن لديها الحق بالرد ووجود الحق يختلف كثيرا عن استغلال هذا الحق والرد الإيراني وبالتالي إسرائيل ترى بأن التقديرات على الأغلب بأن إيران لن ترد أو ربما سترد ردا يعني ليس بالرد الكبير الذي يخيف إسرائيل أو ليس ردا على إسرائيل مباشرة قد يكون بوسائل أخرى بأماكن أخرى لكن إسرائيل تأخذ حساباتها لمثل هذا الرد بالحد الأدنى كما قلنا فضيلة لكن أيضا إسرائيل في وسيلة تردع أخرى وربما تهديد لإيران إسرائيل تتوقع أن يكون إذا ما كان هناك رد إيراني فعلى الأغلب إسرائيل ربما بعد الانتخابات الأمريكية حتى تتضح الصورة لإيران أيضا وليس فقط لإسرائيل وهنا تقول إسرائيل أن هناك فرصة هذا ما تحدث عنه وزير الدفاع الإسرائيلي ونظيره الأمريكي الفرص المبنية على ما ترى إسرائيل أنه إنجازا استراتيجيا بهذه الضربة إسرائيل تريد أن تبني على هذه الضربة مستقبلا بالقول بأن مشروع النووي الإيراني بات الآن مكشوفا أكثر من أي وقت سابق وأن إسرائيل كسرت ربما سقف التخوف من إيران أو سقف الخوف من إيران وبالتالي يمكن الذهاب إلى خطوات أكثر خاصة إذا ما أعطت إيران إسرائيل والولايات المتحدة ذريعة لضرب مشروعها النووي عبر توجيه ضربة لإسرائيل وإذا أفرزت الانتخابات الأمريكية فوز ترامب فهذا سيكون السيناريو الأفضل لنتنياهو لأن ترامب أثناء حملته الانتخابية وكأنه أعطى ضوء أخضر لنتنياهو لضرب المشروع النووي الإيراني بالقول افعل ما عليك أن تفعله أو ما تقوم به وبالتالي قرئت هذه الرسالة في إسرائيل على أنها ضوء أخضر من ترامب لضرب المشروع النووي طبعا إسرائيل لم تقم بذلك لكن إن فاز ترامب وأصبح هو الرئيس الأمريكي طبعا هناك اختلاف في تصريحات السياسة قبل الانتخابات وبعد الانتخابات ما قبلها لا يشبه ما بعدها لكن على الأغلب إسرائيل ترى بأن ترامب وربما حتى جهات الضغط الداخلية في الحزب الجمهوري كافية من أجل الحصول على موقف من ترامب ضد المشروع النووي الإيراني وبالنسبة لإسرائيل هذه هي الفرصة التي تنتظرها إسرائيل وينتظرها نتنياهو ويعرف أن تحقيق هذا تقريبا شبه مستحيل بوجود الإدارة الأمريكية الحالية لكن هذا قد يتغير مستقبلا وحتى مع صعود الديمقراطيين إلى الحكم إسرائيل باتت اليوم ترى بأن الولايات المتحدة بغض النظر عما يجلس في البيت الأبيض باتت ربما أقرب من أي وقت مضى لتوجيه ضربة لإيران بناء على الردود الإيرانية وعلى ذهاب حزب الله الذي كان يشكل ربما التهديد الأكبر لإسرائيل لا نعني بهذا بأن حزب الله لم يعد موجود لكن كخطر استراتيجي قادر على تشكيل خطر على إسرائيل هذا لم يعد موجود مع العملية البرية الإسرائيلية في جنوبي لبنان وإلغاء إمكانية دخول قوات الردوان إلى إسرائيل توجيه ضربات إلى حزب الله بات أضعف بكثير وبالتالي الولايات المتحدة كدولة وليس فقط كإدارة اليوم باتت أقرب إلى تنفيذ مثل هذه الضربة وإسرائيل أكثر استعدادا لذلك ننتقل نضال إلى مجدي يازجي في واشنطن مجدي كيف يتم التنسيق الآن بين إسرائيل وإدارة بايدن انطلاقا من هذه المقابلة التي جرت هاتفيا بين أوستن وغالنت سأبني على مكان يقوله نضال قبل قليل بالفعل هناك تنسيق الآن باتجاه وطريق التفكير أخرى مختلفة في واشنطن قوامها الحديث عن المبادرات الدبلوماسية وقوامها أن تل أبيب حققت الكثير من النتائج الميدانية على الأرض سواء كان في غزة أو في لبنان أو حتى في طهران بشكل أو بآخر من خلال الضربة الأخيرة والحديث عن الرد المنتظر الإسرائيلي الذي تم تنفيذه وفقا لرؤية هذه الإدارة بشكل أو بآخر ولا آتها المتكررة مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية نحن على بعد تسعة أيام فقط عن هذه الانتخابات وبالفعل كما كان يشير نضال قبل قليل تصريحات المرشحين وتحديدا ترامب في الحملة الانتخابية شيء وعندما يصلوا إلى السلطة وإلى الإدارة وإلى كرسي البيت الأبيض شيء آخر تماما هذه النقطة النقطة الأخرى ما يجعل حديث عنه هنا في الداخل الأمريكي هي المبادرات الدبلوماسية والتي أشار إليها وزير الدفاع الأمريكي بالأمس ويبدو اليوم على الأرض نرى نتائجها بالأمس كان الحديث ما بين لويد أوستن ويوفغالند عن إطلاق صراح الرهائن والمعتقلين في غزة وبعد ذلك أيضا عودة المدنيين في طرفي الحدود إلى منازلهم وهذا الحديث فيما يخص حماس وفيما يخص حزب الله اليوم نرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز في الدوحة للتباحث تحديدا بهذه النقطة وهي إطلاق صراح الرهائن ووقف مؤقت لإطلاق النار لأقل من مدة شهر في غزة وبعد ذلك حديث من مصادر إسرائيلية لم يتم تأكيده من مصادر أمريكية عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي أموس هوكستين والذي هو معروف أنه مختص بشؤون اللبنانية إلى إسرائيل وبالتالي هذا الحديث الآن يفتح المجال أمام الميل الأخير والأيام الأخيرة لأن يكون هناك مبادرة ديبلوماسية قد تتبلور على الأرض بالفعل وتحقق نتائج وتكون المفاجأة المدوية أن يقف القتال في جبهة غزة وكذلك في جبهة لبنان قبل الانتخابات الأمريكية الرئاسية في الخامس من نوفمبر المقبل لا ندري هل يمكن التعويل بالفعل على مثل هذا الاختراق الديبلوماسي الكبير جدا بعد هذه الضربة الإسرائيلية كل ذلك فضيلة معلق على شرط واحد ووحيد وهو ألا ترد طهران على الضربة الإسرائيلية التي تجرت في الساعة الأربع وعشرين الماضية لأن لو كان هناك ضرب في تعهد أمريكي مقابل أنه سيكون هناك أيضا رد إسرائيلي ورد أمريكي مشترك والدفاع أيضا عن إسرائيل وكل ذلك معلق على الساعات القليلة المقبلة والأيام المقبلة وحبس أنفاسلة يبدو أنه موجود أيضا في المنطقة على وطيرة وعقارب الساعة الأمريكية والانتخابات المقبلة في الخامس من نوفمبر شكرا مجد يازجي في واشنطن كما أشكر نضال كانانا في القدس كشفت صور للأقبار الاصطناعية بأن إسرائيل استهدفت منشآت لخلط الوقود الصلب للصواريخ الباليستية خلال ضرباتها على إيران وبحسب تقييمين منفصلين فإن الضربات استهدفت موقع بارشين العسكري قرب طهران وموقع خجير لإنتاج الصواريخ في ضواحي العاصمة الإيرانية وقد أكدت مصادر إسرائيلية لسكاينيوز عربية بأن طهران سوف تحتاج إلى ثنة على الأقل قبل أن تستعيد قدرتها على إنتاج وقود الصواريخ لا إقرار من الإيرانيين لكن مصادر سكاينيوز عربية تؤكد أن الهجوم الإسرائيلي أصاب ذراع إيران الطولة بإعاقته قدرتها على تجديد مخزوناتها من الصواريخ فالضربات طلت مواقع لإنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية بعيدة المدى والتقديرات الإسرائيلية وفق مصادر سكاينيوز عربية تشير إلى أن استعادة إيران القدرة على إنتاج الوقود الصلب اللازم لصواريخها قد يتطلب سنة كاملة بنك الأهداف في الانتقام الإسرائيلي كشفته بعد ذلك صور بالأقمار الاصطناعية وفق مراجعات خبراء فإن الصور التي التقطتها شركة بلانيت لابس تظهر أن الضربات طالت منشآت تحتوي على خلاطات للوقود الصلب في موقعي بارشين وخجير قرب العاصمة في موقع بارشين العسكري الضخم يظهر أن ضربة ألحقت أضراراً بثلاثة مبان لخلط الوقود الصلب للصواريخ الباليستية ومستودعاً أما في موقع خجير الذي يشهد توسعاً هائلاً وفق وكالة رويترز فالصور تظهر أن القصف دمر مبنيين كانا يستخدمان أيضاً في خلط الوقود الصلب أزمة إيران هنا تكمن في أن الخلاطات الصناعية المستادفة يصعب إعادة تأهيلها وهي تخضع لضوابط التصدير وتشير التقارير إلى أن طهران استوردت العديد منها على مر السنين بتكلفة باهظة ومن المرجح أن تجد صعوبة بالغة في استبدالها وطيات تذهب معها قراءات من القول بأن إسرائيل انتقت أهدافها في الرد على إيران بعناية فائقة وأن ثأرها كان تكتيكياً بنتائج استراتيجية وأن المتضرر فيه هو سلاح إيران الاستراتيجي الأهم في المواجهة مع الخصوم وهو السلاح الذي توزعه أيضاً على حلفائها في المحور الذي تتزعمه لكن ليس واضحاً ما إذا كانت هذه المعطيات ستكسر قاعدة الرد على الرد هذا وقد نقل تقرير لصحيفة نيويوك تايمز عن مصادر إيرانية قولها بأن الهجوم الإسرائيلي طال أنظمة الدفاع الجوية التي تحمي مواقع حيوية في محافظات عدة في العرض التالي نتعرف إلى بنك أهداف إسرائيل في هذا الهجوم اشتركوا في القناة كما أفاد مراسل سكاينيوز عربية بأن المجلس الوزرية الإسرائيلية المصغر سيناقش اليوم نتائج الضرب على إيران والرد الإيراني المتوقع عليها وقبل ذلك قال نتنياه إن إسرائيل اختارت هدافها في إيران بناء على مصالحها الوطنية وليس حسب ما تريده واشنطن كما نفى مكتب نتنياه صحة ما نشر في موقع والا الإسرائيلي الذي ذكر بأن إسرائيل أبلغت إيران بالهجوم مسبقا عبر دول أخرى معنا في الأستوديو مدير مركز بريكسال الدولي للبحوث الدكتور رمضان أبو جزر وفي واشنطن ينضم إلينا أيضا الدبلوماسي السابق مسعود معلوف وفي طهران ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين ريوران أهلا بكم جميعا إلى هذا الحوار أبدأ معك دكتور رمضان أبو جزر انطلاقا من الخبر الذي قرأته الآن وتقييم المجلس الوزاري المصغر لحجم ومفعول هذه الضربة ومحاولة التبرير بأنهم ضربوا أهدافا وفق مصالح إسرائيل وليس بناءا على ضوابط أمريكية ماذا تقرأ في هذا التبرير تحية لك أولو الضيوف عمليا لم يصدق نتنياه هذه المرة في كل ضربة وجهتها إسرائيل في السابق لغزة أو للبنان كان يخرج الناطق العسكري ويحدد بنك الأهداف التي استهدافتها سواء كانت اغتيال أو استهداف لمراكز عسكرية هذه المرة لم يحدث حتى الآن ما هي الأهداف الدقيقة التي استهدفتها إسرائيل ولكن يبدو أن إسرائيل انضبطت واحترمت الإرادة الأمريكية حيث كانت المحاذير الأمريكية أن لا تستهدف إسرائيل المفاعل النووي الإيراني ولا تستهدف مصاف النفط وهاتان لم يتم استهدافهما عمليا يمكن القول أن إسرائيل نجحت في استباحة أجواء إيران أي أن إيران أصبحت الأجواء الإيرانية مثل الأجواء اللبنانية مكشوفة بعدما تم تهديئة حسب المصادر الإسرائيلية استهداف منصات صواريخ خسام 300 أو نجاح الطائرات الإسرائيلية وعددها 35 التي شاركت في الهجوم بالوصول والقصف والعودة دون إسقاط طائرة إسرائيلية واحدة هذا يدلل على فشل إيران في حماية أجوائها وفشل إيران في إسقاط أي جسم طائر إسرائيلي شارك في الهجوم داخل الأراضي الإيرانية نسجل بعد هذه الضربة الجوية الإسرائيلية أن إيران انضمت إلى سماء لبنان وإلى سماء غزة في الأجواء المفتوحة أمام الطيران الإسرائيلي لذلك أعتقد أن إيران ليس أمامها الكثير من النقاط للمناورة يجب عليها إعادة التفكير للحفاظ على ما تبقى من كرامة لها عسكرية هذا إن تبقى لتتفادى ضربات عسكرية أخرى ونحن نعلم الآن بعد نجاح هذه الضربة أن إيران لا تستطيع أن تحمي أي منشأة داخل إيران ولا حتى منزل الخامناء من ضربات جوية إسرائيلية سيد دكتور حسين ريوران هل فشلت فعلا طهران في التصدي لهذه الضربات كما كان يقول الدكتور أبو جزر لدرجة أن أجواءها استبيحت كما استبيحت أجواء غزة ولبنان بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء يعني أتصور أن نأتي ونحلل هكذا جزافا من دون معطيات ميدانية هذا يجافي الواقع بشكل كبير إسرائيل مثلا تقول أنها ضربت ما تسميه خلاطات الوقود الصلب المستعمل في الصواريخ يعني الوقود هي مادة مشتعلة وإذا كانت إسرائيل ضربت هذه المواقع فإن حريقا هائلا كان يجب أن يحدث وحتى الصور التي عرضت من الأقمار يعني كان يجب أن تكون هذه المنطقة نتيجة الفروق اسمح لي دكتور ريوران أعذرني فقط على المقاطعة لأن هناك خبرا عاجلا أوردته شبكة CNN الأمريكية تقول فيه بأن هناك تقييمات في إسرائيل بناء على معلومات استخباراتية بأن إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي إذن هنا ربما نقطة تحول فيما يتعلق بالرد الإيراني وفق طبعا هذه التقديرات التي جمعتها CNN هل هناك ما يشير إلى ذلك عندكم في طهران؟ نعم دعيني أستكبل الفكرة ونعم سأجيب على هذا السؤال من هنا حتى الصورة ليس فيها أي آثار حروق يعني تقريبا يمكن أن نقول أن معظم الصواريخ التي أطلقت هي تم إسقاطها وفي الكثير من المدن الإيرانية كان إسقاط الصواريخ شهد بالعين المجردة أن تأتي الطائرات الإسرائيلية لا أريد أن أقاطعك ولكن أنا أريد منك التعليق لأنه نتناول آخر الأخبار بما أنني سألتك السؤال الأول لكن أنا أريد منك الآن أن تجيبني على هذا السؤال بما أنه الآن يتم الحديث عن إمكانية رد إيران على الهجوم الإسرائيلي لأنه منذ يوم أمس التقديرات تقول بأن الأمر غير وارد الآن تغيرت الصورة ولو وفق تقييمات في إسرائيل حسب ما قالت سي أنان لو سمحت لي يعني إيران أولا وزير الخارجية ووزارة الخارجية أيضا في بيان أعلنت أن لإيران حق الرد على هذا العدوان وهذا تأكيد على موضوع إمكانية الرد على الكيان الصهيوني الموضوع الآخر اليوم وفي لقاء مع مرشد الجمهورية الإسلامية قال أنه يجب أن لا نستصغر الأمور أو نضخمها ولكن يجب دراسة الموضوع بعناية واتخاذ القرار في موضوع الرد وهذه إشارة إلى مجلس الأمن القومي لاتخاذ ما يلزم في هذا الإطار من هنا المؤشرات نعم تشير باتجاه إمكانية الرد على الكيان الصهيوني خاصة أن الكيان الصهيوني مكشوف بشكل كبير أمام الصواريخ الفرص صوتية الإيرانية التي استعملتها إيران ضد هذا الكيان طيب يا دكتور ويران بصراحة ما قاله خامنئي محير يدعو للتساؤل يعني وقفنا مطولا عند هذا التصريح وهذه الجملة التي يقول فيها لا ينبغي التضخيم ولا التقليل من الهجوم الإسرائيلي يعني هل يمكن أن تعطينا فكرة فعلا عن ما كان يريد أن يقوله إن استطعت يعني التقييمات في إيران مختلفة حول العدوان الإسرائيلي ضد إيران ولكن في مجملها هي تتفق على موضوع واحد وهو أن إيران نجحت في التصدي للكثير من هذه الصواريخ ولكن بعض هذه الصواريخ وصلت إلى أهدافها كان هناك استهداف لبعض الرادارات في إيلام وكذلك في محافظة خوزستان وفي بعض الأماكن أيضا كان هناك استهداف بالصواريخ لبعض المواقع ولكن ما تقوله إسرائيل ليس كله كذب ولكن جزء منه حقيقة وجزء منه هو التضخيم لما تم طرحه ولكن الأمر نفسه يقال حين يتعلق الأمر بضربات إيران لإسرائيل على فكرة يا سيد الوران نعم أنا في تصوري أن موضوع الرد على إسرائيل سيبقى على أجندة إيران أنه في الأيام والأسابيع المقبلة لن تستعجل إيران ولكن لن تتناسى وتتغاضى عن هذا العدوان اسمع لي دكتور يوران أذهب إلى سيد معلوف سيد معلوف استمعت طبعا لما أوردته سيئن أن عن أجندات في إسرائيل بناء على معلومات استخباراتية بأن إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي إذن يبدو بأن السيد معلوف لا يسمعني هل تسمع لي سيد معلوف الآن أسمعك إن قطع الصوت لفترة قصيرة والآن أسمعك جيد جيد طيب إن تأكدت هذه المعلومات أو هذه التقديرات بناء على معلومات استخباراتية بأن إيران سترد ألا تصيب بذلك الخطط الأمريكية في مقتل البيت المتحدة كانت تريد أن ينتهي هذه المواجهة إلى هذا الحد مبدئيا قبل الانتخابات الأمريكية أولا تحية لك تحية للضيفين الكريمين وللمشاهدين الكرام لنقل منذ البداية بأن هذا الموضوع هو موضوع إعلامي وليس كل شيء يصدر في الإعلام أمر أكيد صحيح أنهم في وكالة CNN تقول أنها تستنتج معلوماتها من مصادر استخباراتية ولكن قد تكون هذه مصادر الاستخبارات هي توزع أخبارا غير صحيحة أنا لست متأكدا طبعا ليس لدي تلك المعلومات ولكن في حال صحت هذه المعلومات ووصلت إلى إسرائيل فأعتقد أن إيران ستؤجل بعض الشيء هذه العملية لأن العدو الذي تقصده إيران يعرف ماذا ستفعل إيران وسيدافع عن نفسه عادة إجمالا تكون مثل هذه العمليات تكون بصورة مفاجئة لا تتم عندما يعلن عن ذلك بفقت مسبق يكون الأمر لا يعطي النتيجة نفسها صحيح إيران قالت بلسان وزير خارجيتها أن لها الحق في الدفاع عن نفسها وفي الرد على هذه الهجمات لكنها لم تحدد لا طريقة الرد ولا وقت الرد متى سيحصل ذلك وكيف سيحصل وما هي ماهيته وأين سيحصل هل يحصل داخل الأراضي الإسرائيلية هل سيحصل على سفرات إسرائيلية ربما في مناطق مختلفة من العالم يعني الأمر ليس بهذا الوضوح وليس بهذه الدقة مثل هذه المعلومات التي تنشر في وسائل الإعلام أنا لدي أحيانا بعض الشكوك ليس في صحتها ولكن في جدواها يعني عندما تنشر وسيلة إعلام أن إيران المخابرات تدل أن إيران ستقوم بضربة يعني هذا أمر معروف إيران قالت ذلك حرفيا ولكن تفاصيل هذا الأمر يتبقى يعني أعتقد أنها تبقى سرية وطبعا الولايات المتحدة لا تحبذ ذلك الولايات المتحدة طلبت من إيران يعني بصورة واضحة جدا عدم الرد مسبقا عدم الرد بعد ما حصل معها وذلك بعد أن أقنعت إسرائيل أستعمل كلمة أقنعت لأن هذا هو الواقع بعدم القيام بضربة لا على المنشآت النووية ولا المنشآت النفطية والاقتفاء بالقيام بعملية نوع من الانتقام أو نوع من حفظ ماء الوجه على مواقع عسكرية فقط نعم تفضل اسمح لي فقط سيد معلوف دكتور أبو جازر يعني وفق هذه المعلومات مبدئيا هل تتوقع بأن إيران الآن بدأت تساوم ربما الولايات المتحدة فيما يتعلق بالرد ومستواه لاحقا وهذا ما تتقنه إيران بشدة الكل يذهب إلى ما يتقنه إيران تتقن التفاوض تتقن عقد الصفقات شاهدنا كيف فاوضت لمدة خمس سنوات متواصلة لوصول الاتفاق النووي الإيراني عام 2014 مع رئيس أوباما اليوم إيران ليست في أفضل حالاتها ولكنها تعي حساسية عامل الزمن بالنسبة للإدارة الأمريكية الآن على بعد أسابيع قليلة من الانتخابات الأمريكية في نفس الوقت إيران تراهن على أن إسرائيل قد استنزفت بما فيه الكفاية بعد أكثر من عام من الحرب في غزة والآن في لبنان عمليا إيران تريد أن تبقى في المشهد ولكن واقعيا انتهى سطوة إيران في المنطقة وبالتالي لم يعد لحماس أي قدرات لتنفيذ المخطط الإيراني وإيران تريد أن تقوم بدورها وكأن حماس وحزب الله بنفس الكفاءة اليوم انتهى دور حماس العسكري وتقريبا دور حزب الله لن يستمر كثيرا نظرا للتفوق العسكري الكبير لإسرائيل ولسى رغبة مننا بقول هذا الكلام ولكن دكتور أبو جزر من انتهت سطوته هل تتم مراعاته بهذا الشكل من قبل الولايات المتحدة أسابيع منذ الأول من أكتوبر أسابيع من المحادثات بين إدارة ناتانياهو وإدارة بايدن الولايات المتحدة الأمريكية معنية بشدة لبقاء إيران دون تحطيم كما أنها معنية ببقاء إسرائيل لم تحاول كل الإدارات الأمريكية في الماضي جمهورية أو ديمقراطية تحطيم إيران بإمكانها اتخاذ بعض الإجراءات العقبية لطهران ولكن تعتقد الإدارات الأمريكية المختلفة بضرورة وجود إيران ضمن المحور الغربي إيران لا تريد الإدارة الأمريكية أن تذهب إيران بعيدا في العداء وتذهب في الحضن الروسي أو في الحضن الصيني لازالت إيران تخضع تحت العقوبات الأمريكية ولازالت الولايات المتحدة الأمريكية تعد إيران ببعض الرفاهية ولكن الولايات المتحدة لم تحاول لا إسقاط النظام الإيراني ولن تحاول إسقاط النظام الإيراني لديها منافع إيران كانت حليفة للولايات المتحدة الأمريكية إبان حرب العراق كانت حليفة ولازالت في إبان حرب أفغانستان ولازالت هناك خدمات جليلة تقدمها إيران للولايات المتحدة الأمريكية الخلاف مع إسرائيل وإيران كان خلاف دائما على حساب المجموعة العربية على حساب الأراضي العربية على حساب الميليشيات العربية ولم يكن على حساب الجغرافية الإيرانية ولا جغرافية الإسرائيلية حتى أن هناك كثير من المعلقين على السوشيال ميديا كانوا يصفون الضربة الإسرائيلية لإيران بأنها مصرحية كما كانت الضربة الإيرانية في أفريل وبعدها قبل شهر مصرحية أخرى لذلك لم يلمس لا يوجد نوع من الغضب يجعلنا نتأكد أو نثق بأن هناك عداء شديد يستدعي حربا طاحنة بين إيران وإسرائيل إيران تهدد إسرائيل بالأضرع وهي أضرع عربية وأسرائيل ترد على إيران بإبادة شعب الفلسطيني وشعب اللبناني أعتقد أن الرسالة الآن يجب أن توجه للمعنيين أصحاب دفعي الثمن الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني أن يبتعد عن مجموعات قليلة لا زالت تثق بالإيراني يجب أن تغسل يدها من الإيراني وتعمل على إفشال مخطط الإسرائيلي بالاستمرار في قتل اللبنانيين والفلسطينيين أعود إليك دكتور ريروان وفق خابينئي الذي قال بأنه لا يجب لا التطخيم ولا التقليل نتنياهو كان واضح قال بأننا دمرنا القدرة الصاروخية وإنتاج الصواريخ الموجهة لإسرائيل وبأن إيران تحتاج على الأقل عام لاستعادة هذه القدرة أليس هذا حدث كبير على الصعيد العسكري إيرانيا؟ أولا أنا أشرت في البداية إلى أن هذه الدعاءة إسرائيل ولكن على أرض الواقع هل هي حقيقية أم لا ما تدعيه إسرائيل أن تنفيه إيران جملة وتفصيلا هذا أولا ثانيا أن الصناعات العسكرية الإيرانية ليست في مكان واحد هي موجودة على مستوى إيران وفي كل المحافظات هذا التصور الإسرائيلي أنه من خلال ضرب موقع معين يمكن أن يتوقف البرنامج الصاروخي الإيراني أتصور هذا أضغاث أحلام لن تتحقق أبدا الموضوع الآخر نتنياه الذي قال أن هذا الكلام قال أنه يريد أن يصل إلى الردع المتبادل إسرائيل التي كانت تتباهى بالتفوق العسكري وقدرة الحسم نزلت إلى مستوى هي الآن تتمنى من خلال هذه الضربة أن تصل إلى ردع متبادل وهذا هو يعكس حقيقة أن هناك نزول كبير في الجانب الاستراتيجي للكيان الصهيوني من موقعه الذي كان يحسم الحروب أمام الجيوش العربية بساعات في حين أنه الآن لا يستطيع أن يحسم الحروب أمام تنظيمات في غزة أو في لبنان يعني إذا راجعنا الأيام الأخيرة في لبنان عدد القتلى والجرحى الإسرائيليين كبير لدرجة يعني هناك كلام كبير في الصحف والإعلام الإسرائيلي حول القتلى والجرحى وهذا يعكس أن حزب الله متماسك إلى بعد الحدود رغم كل الظروف التي جرت عليه عودة إليك سيد مسعود معلوف أعطيك دقيقة أرجو أن تختصر في هذه الإجابة فيما يتعلق بالمساعي الأمريكية الآن بما أن الولايات المتحدة أظهرت قدرة على لجم إسرائيل ونتنياهو في ضربته لإيران لماذا لم تظهر هذه القدرة في ملف وقف إطلاق النار في غزة أو ما يجري الآن في لبنان باختصار تساؤل هام جدا بالنتيجة بكلمة مختصرة أقول أن الحرب مع إيران بين إسرائيل وإيران قد تجر الولايات المتحدة إلى حرب ليس لها مصلحة فيها بينما تقوم به إيران عفوا بينما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة وفي لبنان لن يجر الولايات المتحدة إلى حرب ولذلك هي لا تضغط على إسرائيل بما فيه الكفاية لإيقاف ما تقوم به يعتقد البعض أن هناك تواطئا بين الولايات المتحدة وإسرائيل وهذا أمر ممكن ولكن الهم الأول للولايات المتحدة قبيلة الانتخابات الأمريكية التي ستجري بعد تسعة أيام هو عدم الإنجرار إلى حرب في المنطقة لأنها ليس لها مصلحة فيها ليس لأنها لا تحب الحروب ولكن لأنها ليس لها مصلحة فيها نعم دكتور رمضان نختم هذا الحوار بتوقعاتك إيران وفق CNN قد ترد على الهجوم الإسرائيلي هل سيكون ذلك قبل أو بعد الانتخابات الأمريكية برأيك؟ يمكن أن تساوم على الرد وإذا لم تحصل على ما تريدهم الإدارة الأمريكية يمكن أن تقوم بالرد على غرار الرد الأول والثاني أي مصرحية غير مؤذية ولكن أريد أن أوجه كلمة للمنطقة العربية هذه هي إيران التي عجزت عن حماية أجوائها وصواريخها ونفسها والتي عجزت عن حماية المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في غزة وعجزت عن حماية المقاومة اللبنانية وقيادات المقاومة اللبنانية وعلى رأسهم الأمير العام حسن نصر الله إلى متى سوف يبقى جمهور محور ما يسمى بالممانعة يثق في هذا الجسم الهش أعتقد أنه آن الأوان لكي نتصالح مع أنفسنا ويقوم شعوب المنطقة بتصحيح الأوضاع والعودة إلى الحض العربي وممارسة النضال بأدوات يمكن هزيمة إسرائيل بها وليس شعارات ها هي إيران بائعة الشعارات تستباح أجواؤها وقتلت قياداتها في كل مكان في سوريا وفي لبنان واليوم في طهران وتفاوض على دماء العرب ويتفاخر الضيف ببطولات المقاومة اللبنانية والفلسطينية بالمناسبة من يستهدف ويقتل الجنود الإسرائيليين هم عرب لبنانيين وهم عرب فلسطينيون وليس إيرانيون إذن كانت المقاومة قوية جدا قبل وجود إيران في المشهد ووجود إيران سبب خرقا أمنيا سبب دمارا لقيادة حزب الله شكرا جزيلا لك دكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بريكسال الدولي للبحوث أشكر أيضا في واشنطن الدبلوماسي السابق مسعود معلوف وأيضا أشكر من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور حسين رويوران